سورة الكهف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حفظ عشر آيات من أولها عصم من الدجال وأن من قرأها كل جمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعة الأخرى هذه السورة المباركة يرشد الله المؤمنين من خلالها إلى الاحتراس من الفتن فتنة الدين وتمثلت في قصة أصحاب الكهف فتنة المال وتمثلت في قصة صاحب الجنتين الذي أغراه ماله فأودى به إلى إنكار الآخرة فتنة العلم وتمثلت في قصة موسى مع الخضر فتنة السلطة وتمثلت في قصة ذي القرنعيم ترجمة نانسي قنقر